وستمراراً لتغطية المراسلين المبدعين في مختلف مناطق المملكة هذه المرة إلى عروس الشمال بحائل وينضم إلينا مراسلنا عبدالعزيز الغرير عبدالعزيز يا أهلاً وسهلاً صباح الخير عبدالعزيز أبرز الفعاليات في حائل أهلاً وسهلاً عبدالله وسهلاً صباح النور والسرور حياكم الله طبعاً بالنسبة للفعاليات المقامة في منطقة حائل مثل ما ذكرت عن أبرز الفعاليات طبعاً في موسم حائل لا زال مستمر حتى الآن وهو من المعلوم أنه ابتدأ من 22 ديسمبر ويستمر حتى الثامن من شهر فبراير القادم بإذن الله طبعاً من المعلوم لديكم أنه وللجميع أن منطقة حائل تحتضن آخر مواسم السعودية طبعاً الموسم يقام في ثلاث مواقع التي هي قصر القشلة الأثري التاريخي الذي يقع وسط منطقة حائل هذا القصر التاريخي الذي بني في عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراء سنة 1360 طبعاً داخلها العديد من الفعاليات تقام في 14 فعالية يعني بالتحديد فيها الفعاليات العروض الموسيقية والعزف على الآلات النادرة أيضاً بمشاركة 50 أسرة تختلف ما بين حرفيين وأكلات شعبية وأسر منتجة طبعاً هناك أيضاً موقع آخر وهو نبض حائل في ممشى منتزه الأمير سعود من عبدالمحسن أيضاً تقام فيها العديد من الفعاليات وعروض المسرح والفوترك والمطاعم والكافهات من منطقة حائل ومن خارج منطقة حائل أيضاً هناك موقع ثالث لموسم حائل وهو منتزه مشار منتزه مشار يحتضن فعاليات المغامرات والتشويق يعني من يعشق المغامرة والتحدي يذهب إلى منتزه مشار لاستمتاع بالفعاليات ومشاركة أيضاً ما يقدم والزوار من التسلق على الحبال الانزلاق على الحبال وأيضاً فعالية المقلاع وأيضاً فعالية هناك السينما وأيضاً الفوترك والمطاعم التي تشارك في أي مهرجان طبعاً هذا ما يتعلق بموسم حائل أيضاً هناك حدث مهم عفواً قبل أن أذكر الحدث الآخر يعني نسبة الزوار في موسم حائل حتى الآن تجاوزت مئة ألف زائرين أيضاً هناك حدث آخر مهم في منطقة حائل إن شاء الله سينطرق بعد أسبوعين وهو سباق رالي حائل نيسان الدولي بالتحديد سينطلق من ثلاثة فبراير وحتى الثامن من شهر فبراير تسعة ستة للهجرة إلى أربعة عشر ستة للهجرة طبعاً الأمير عبدالعزيز بن سعد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وجهة جميع الجهات الحكومية بالاستعداد لهذا الحدث واللجان الآن تقريباً أكملت الاستعدادات لانطلاق هذا الحدث بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة أيضاً وبتنظيم وإشراف فني من الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية طبعاً الرالي سيكون إن شاء الله على مسافة 1700 كيلو متر داخل منطقة حائل وصحرائها طبعاً من المعلوم لديكم أن منطقة حائل تمتاز بتعدد واختلاف التضاريس في هذه المنطقة هناك سهول هناك جبال هناك أودية هناك رمال وهي مناسبة لإقامة مثل هذا الحدث الرياضي طبعاً رالي حائل هو مهد الراليات الصحراوية السعودية في المملكة العربية السعودية طبعاً إن شاء الله مثل ما ذكرت سينطلق في 3 فبراير ابتداء من 3 فبراير إلى 8 فبراير وإن شاء الله في رسائل إن شاء الله قادمة سنكون معكم للحديث أكثر ونفصل عن رالي حائل قبل انطلاقه بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر